في إطار الشراكة النجيحة بين كل من مركز جون جيرهارت للعطاء الاجتماعي ومعهد الولايات المتحدة للسلام والتي بدأت منذ عام 2015 وتم خلالها تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تشبيك الذي شجع الشباب المصري من مختلف المحافظات على تخطيط وتنفيذ مبادرات مجتمعية تعمل على تنمية المجتمع تعزيز السلام هذا وجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج تشبيك والتي بدأت منذ أكتوبر 2018 تهدف إلى دمج مئة شاب جامعي من محافظة القاهرة في ورش تدريبية إلكترونية على يد مجموعة من أفضل المدربين والخبراء في مجال التنمية المجتمعية والسلام فضلاً عن تدريبات وورش عمل تركز على التعريف بمبادئ التفكير السلمي وكيفية حل النزاعات هذا ويعمل البرنامج على تعزيز قدرة الشباب على التفكير بشكل نقدي وإستراتيجي ويساعدهم على استخدام منهجية بناء السلام ليس فقط في نطاق مجتمعاتهم بل وأيضاً في حياتهم اليومي في السابع عشر من فبراير تم عقد الاجتماع الافتتاحي للبرنامج بمشاركة اثنان من أعضاء معهد الولايات المتحدة للسلام مع المدربين للاتفاق على المحاور الرئيسية للبرنامج وخطة العمل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للشباب والمدربين والميسرين بدأت أنشطة البرنامج مع الشباب خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الثماني والعشرين من شهر مارس حيث تم عقد جلسات تعرفية للمشاركين للتعرف على خطة عمل البرنامج وأهداف من الرابع عشر إلى الثامن عشر من شهر أبريل تم بدء الجلسات التدريبية للمشاركين من الثاني إلى الرابع من شهر يوليو تم عقد الورش الختمية والتي قام خلالها الطلاب بتقييم رحلتهم التعليمية خلال البرنامج بالإضافة إلى عرض مبادراتهم أمام لجنة تحكيم من خبراء التنمية والسلام في مصر لتقييم المبادرات وتشجيع الطلبة على تنفيذها على أرض الوقت ويقدم البرنامج مئة شاب جامعي من خريجي البرنامج ليشاركوا في المجتمع بشكل هادف وفعال موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة